إنتي أردفتيني لعن دخالتي إنتي لحالك بلكي بعشب حدا من أولادها بيقوم بيخطبني مظبوط؟ قري مظبوط بقى هلأ فاهميني شو صار معيك الكبير أول ما شايفني سألني شو بتسوح الأسوارة اللي بإيدك يا بنت خالتي وكمل لعب طرنب يو إيه هذا طول عمره أمرجي والتاني اللي عم بيدره أعلم أنفكر يتجوز هلأ لا يتخرج من الجامعة يخطب هلأ ويلبس خاتم ولما فيتخرج بتتجوزك لما حتله دبلتله بعيوني وقلتله وبعد ما تتخرج يا أبن خالتي شو ليه وتعمل قال لي لا تعز بحالك يا أبن خالتي بحسك مثل أخي هذا اللي حال هاتي شي من قترك أنت مربوطة وما في غير سيدنا يفكر باطك يا أمي يا أمي بتصدق هيك أشياء لك لا تكفري وله دخيلك يا سيدنا يتشدي مطر لك في هالأرض يتشدي عرسان ليلحق بنتي طرطوشة ولك تعي ترجي معي يا سيدنا أمي بدي تجوزني وعنا ما بدي بقى أشوف مين بدك ترضي ما ترضي خلصونا يا أمدغل خلوا دور لغير قانا يوه إنتها قليلة شو طلبة؟ أنا بيعرف هالطلب لمن وهالطلب لمن؟ بيعرف بيعرف أكيد بيعرف بس ما بدي حدا يعرف شو بديطلب شغلتي سرية سرك معروف يا أم حمود استحيوا ليه؟ وهاء أمي بتعرف تمت عبر وسيدنا أكيد بيعرف قد ما رحتي وجيتة لعنده دخيلك يا سيدنا أم حمود بدي تقلك ومستحي بركب تقول أبو محمود لعم ما عميلا جاية عليها ما هيك بدك تقولي له قولك يبعث لك حمة شو عليك ترباية جايب شرطوطة من قثره لأربط لك ياها نتيابة تحتانية الباسات عم أبو محمود معروفة وبتعفق باساته كمان إلى أنك ما بطنشريه ألا العالي يقم شفودي بعت نكتبش إن شاء الله تخيلك يا أم حمود لا تأخذيني أم حمود طي موتي جاي بغيرة ام شفودي بعتنك ضفشة إن شاء الله وجبنا العارس و جاينا وصبعت وقالا شايفنا تركت الحفر وتركت الشغل وجيد كرمالكو الركض يامدفل لا تطلق أطلق بأحلى شبه البلد عريس لدغل و جاي بأهله جايين يخبوا هلا فورا تفضلوا يا عمي من هون من هون يا عمي تفضلوا بركاتك يا مولانا اليوم عندي استجيب يا أم حمود إن شاء الله طلبنا عريس لدغل من هون بجانا ونهون لا أركض لحي يا أبا محمود لك تفضلوا عمي تفضلوا 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 تفضل يا عاج تفضل يا عريس يا أهل وسهلة ليكي هالعريس ماشاء الله حوالو مثل قربون الحبك أهلين وتهلين أهلين وتهلين جيناكم طالبين لا تردونا خايبين إن شاء الله طلبك مؤضي يا عمي إيصا روح نادي لدغل الأواصل يلا يا دغل إيصا وين رأيه راح نادي لدغل يوه البيت من هون ايه ما الأرض كروية من هون بينفد ومن هون بينفد هلأ بتشوفي بروح من هون بنبز من هون يا ده موري يا ده موري راحوا ينادوا للعروس من دوم ما ينادوا له شو بتكلفها الشغلة قديش بتكون مهرة يوه يا عمي إيصا ما وصلنا للمهر إيه ما بدي العريس يشوف العروس بالأول إيه ما أنا العريس خالي جدي يه ولسا بأيام يوه ولسا بأيام بصدرة تنفع سنتتجوه إيه بأيام نفس واحد بتخبيه لليل تتخذي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر